هذا وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين بالأعيرة المططية والضرب وأجبرتهم على إخلاء ساحات الحرم وأقام عشرات جنود الاحتلال المدججين بالسلاح بمحاصرة المصلين في سطح مسجد قبة الصخرة المشرفة وشكلوا سلسلة أمام المسجد لمنع المصلين من السير خلال دقائق هاجم المصلين الذين رددوا التكبيرات أمام قوات الاحتلال وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المططية باتجاه المصلين ولحقتهم باتجاه باب حطة حتى أجبرتهم على الخروج من المسجد وقام المبعدون عن المسجد الأقصى المبارك بأداء الصلاة عند باب حطة رغم ملاحقة جنود الاحتلال لهم